شفاعة جامعة الاسلامية قتل الله فصل فجاء الى دكتور من الدكاتل قال اريد ان تشفع لي حتى لا يقرأ لا يقرأ قيمة يصح ننظر حي نعم حاضر نعم قادر نعم دكتور سبب قال نعم وانا ادعو الله سبحانه وتعالى يصح يصح تمام اذا الشبعة تنقسم الى بسمين مثبتة ومن فيها نفع القرآن تطلب من غير الله فيما نفع علينا الله شرك اكبر هؤلاء شفاعنا عند الله الشفاعة المثبتة اثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه تطلب من الله لا من غيره تطلب من الله بشروط ثلاثة سبحانه وتعالى الاول الاذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قيامة لا يستطيع ان يشفع حتى يأتي الاذن من الله صحيح الثاني الرضا عن الشافع الثالثة رضا عن المشفوع تمام اذا الشفاعة مثبتة ومن فيها مثبتة اثبتها الله لنفسه تطلب من الله بشروط ثلاثة جمعة هذه الشروط في قوله سبحانه وتعالى من يعلم في اي اية وكم الملكين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرد تمام الشفاعة المثبتة التي اثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم الى قسمه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة افسام والعام من كل موحد ثلاثة افسام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في اهل الموقف ان الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلال الثاني في فتح أبواب الجنة لان ابواب الجنة مغلقة حتى اذا جاؤوها في هنا الجنة اعلم فتحك هذا الشيء ما هو ابواب الجنة مغلقة تحتاج الى شفاعة من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يفتح له واول من يدخل هو عصر والسلام واول من يدخل من الامم امرة النبي صلى الله عليه وسلم است制ه الله يعني له جميع هذه الشفاعة الثانية الثالثة الشفاعة في عمله أبي طالب ان يخفف عنه العدام لا يقضنا الشفاعة العامة الشفاعة في رفع الدرجات اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المدينة الآن تصلي على الجنائج وتدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافو وعافو عنه صح في رفع الدرجات الشفاعة الثانية فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها الثالث الشفاعة فيمن استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعل المشفوعية لا تطلب إلا من الله